وزار رئيس لجنة الأمنية العليا أسماعيل خدير الهلوب قيادة شرطة المحافظة وكان باستقباله اللواء الحقوقي قندي الخليل محمد واستمع لشرح مفصل عن الواقع الأمني العام والإجراءات التي تنفذها القيادة لتعزيز سبل الاستقرار الذي تنعم به مدن المحافظة وأكد الهلوب أهمية دعم قيادة الشرطة بما يسهم بتطوير الإداء لأفضل مستوى مشيرا إلى أن الحكومة المحلية قد وضعت خططا لتأهيل وتطوير مراكز الشرطة ودعم القوات الأمنية البطلة ومساندة جهود القيادات والتشكيلات الأمنية بكافة المستويات